واحدة من احلى الكلمات اللي انا سمعتها تاني بقى من كلمات مصر في القمم العربية من احلى الكلمات انا عايزك او تعالوا احنا الاتنين نعمل واجب كده اللي هو ايه ندور على كلمات مصر في 31 قمة ماشي طيب ونشوف كم مرة اتقال فيها ان مصر خد بالك بقى هي الضامنة للامن القوم العربي ووحدته وان مصر هي الحاضرة دائما لاستعاب العرب واي حد بيكون بيعاني مشكلة تعالوا نرجع ال 31 قمة ونرجع ال 31 كلمة دي كلمات مصر بقى تمام ونشوف كم مرة اتقالت كلمة بهذا الوضوح بهذه القوة بهذه العزة بهذا الاباء وبهذا الشمم الرئيس لو خدت بالك من بداية الكلمة لاخرها تركيزه على النقاط واحد رئيس اتكلم على امن المشرق العربي وما هو المشرق العربي عم يوسف العراق وسوريا بوضوح امن المشرق العربي اللي بيؤثر حتى اقصى المغرب العربي اي المملكة المغربية وموريتانيا وما الى ذلك طيب اخد بالك بقى هنا بقولك الوضوح والمباشرة المشرق العربي ما هو والرئيس كان بيتكلم قال هناك قوة اقليمية اجنبية تعبث في المنطقة وبعدها قام بتهديدات مباشرة تجاه دول عربية بشكل مباشر ومعلن اظن دي مفهومة جدا بمنطقة الوضوح والمباشرة نحن نتحدث عن بلدين زي العراق وسوريا للأسف بيواجه هجمات مباشرة معلنة متبجحة من دول للأسف موجودة في الجوار الاقليمي وهي دول غير عربية ده واحد اتنين رئيس اتكلم على التعاون العربي المشترك وتكلم على اتفاق او المشتركات التاريخية لدينا تاريخ مشترك وانه الشارع العربي ازاي طول الوقت بيتساءل ليه ما فيش تعاون بيستكمل ليه ما فيش شراكات عربية كبرى ازاي يبقى فيه عندنا كل هذه الامكانات الهائلة ولا نحصل على ما نستحقه ازاي سؤال بيترحوا كل مواطن عربي من العراق لحد المغرب وموريتاني طول الوقت احنا بنسأل ده الثمانية واربعين سنة تقريبا اللي انا عشتهم باعتبار فضلي ثلاثة اربعة اشهر وبقى ثمانية واربعين اللي انا عشتهم على سطح الكرة الارضية في ظل جمهورية مصر العربية نتساءل